المتوتر يصاب بالحزن هذا الحزن يجعل لا يرى إلا الدنيا السوداء لأنه متوتر أصلاً هو مشاعره سلبية هجمت على المشاعر الإيجابية فقتلتها فأصبح مثل الذي كان يبصر وأصبح لا يبصر الإنسان عندما يكون في مكان مظلم ثم يلبس نظارة شمسية أيضاً ماذا سوف يرى؟ لن يرى شيئاً كذلك الذي جعل التوتر هو الذي يخيم عليه في حياته ولذلك رسالتي لكل مريض كن متفائل وتذكر دائماً أن الشفاء بيد أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء الذي يدبر هذا الكون كل من؟ الله فاستشعر أن الذي يدبر أمرك وموضوعك وقضيتك ومشكلتك هو الله عز وجل لكن ابذل بالأسباب مع يقين برب الأسباب سبحانه وتعالى وتوكل على الله ولا تتوكل على الأسباب وثق دائماً أن الأمور إذا ضاقت اتسعت بإذن الله إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح فعسر بعد يسرين إذا تلقاه ما تفرح في آيات النكاح يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ثم قال جل وعلا يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحان الله كان علي رضي الله عنه يقول التمسوا الغلاء بالنكاح تدرك أن بعض نواحي حياتك فيها فقر فيها ضعف فيها كذا يوسع الله عز وجل عليك الخير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جوائز ربانية تأتيك أنت ولكن خفف توترك هذا الحزن الذي قاعد يقتلك في الليل والنهار ولذلك لماذا يصاب الإنسان بالأرق لماذا؟ لأن الأرق هذا هذا الأرق المتعب في منامك تجد أنه لأن الله يقول وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهارة معاشا فإذا لم يكن الليلة سباتا ولك نوما سباتا ونوما هنيا ونوما سعيدا معناها أن عندك مشكلة لذلك حاول قبل النوم تبعد عن كل شيء واترك لا تتابع أخبار سلبية لا تشاهد مقاطع سلبية لا تطالع أمور سلبية لا تسمع أمور سلبية لا تحكي لي غيرك أمور سلبية بعض الناس يرسل رسائل الساعة 12 في الليل مات فلان يا أخي بتصلون عليه الظهر أصبر فلان ارسل الساعة واحدة بالليل كم من إنسان جاتوا جلطة كم من إنسان صارت لمشكلة يا أخي لا تنقل الأخبار السلبية بعض الناس يقعدون من النوم يقولون له قم أبوك مات يلا اشتنتظر من هذا الإنسان هذا بتجيله مسكين ومرض ولا سكته ولا بيجيله مرض طول حياته ولا بنت تروع بطريقة غيره لذلك أيضا رسالتي لبعض الناس يا أخي الكريم ما تبوي أنا يا إبراهيم لا أخي لا ترسل أنت أنت شدخلك لا ترسل يمكن أنا ما عندي خبر أصبر يذلك أقول أهل الميت هم الأولى بالإرسال أما هؤلاء الناس الذين ينقلون المصائب وينقلون الأشياء حادث فلان حادث يا أخي الناس مساكين اليوم قد يصيبهم التوتر من أبسط الأمور من أبسط الأمور في حياتهم يعني امرأة ممكن تبكي عشان فستانها بس الخياط أخطأ خطأ بعض الناس يمكن لو يقع لها أمر بسيط في حياته بكى فما بالك بالأخبار المفجعة التي ربما تصنع توتر له والتهابات ومشاكل صحية تبقى معه طوال السنين لذلك نحتاج إلى قانون يضبط هذا الأمر عدم ترويع المسلم مطلوب وكما جاء في هذا ترجمة نانسي قنقر